كيف عرفتهم؟ يا أحبائي، نتحدث من فترة عن عمل الثنائش، عن عمل التلميذ، عن تلميذ الرب يسوع، ويا لهم من موضوع شيء، بالحقيقة أنا كل مرة أريد أن أتحدث عن شخصيات الكتاب المقدس، فجأة تفتح لألي دراسات ودراسات ودراسات عن هذه الشخصيات، وعن كيف الله استخدمهم في كل حياتهم على الأرض من خلال العهد القديم والعهد الجديد، يدعو أبطال، أنا أسميهم أبطال الإيمان، أبطال الكتاب المقدس، وبالحقيقة لما أنا وإياكم نعلن أن هؤلاء أنبياء، هؤلاء مؤمنين عظمين، هؤلاء رجالات لالله، وهن الآن عملوا هيك، في ناس تفتكر بقول هن عملوا هيك لأنه هن رجلات لالله، لا بالحقيقة هن صاروا رجلات لالله لأنه عملوا هيك، في فرق كتير كبير، وبديك تعرف بأن الحقيقة بأنه أنت مخلقت رجل لالله، لكن الآن قراراتك وحياتك وإيمانك وكل ما فعلته ووصلك أنك تصير رجل لالله، بأنه كل ما أنت نميت، كل ما أنت بالحقيقة تموت، أنت تنقص وهو يزيد، وهذا السر للحياة المسيحية، بالحقيقة يا أحبائي بأن كل ما كبرت مع رب يسوع، وأنا أقول لك الآن ليس سر، لكن أقول لك شيء اختبرته الآن، كل ما بينما مع رب يسوع تصلي 21 سنة الآن بالإيمان، يمكن بعد 20 سنة تصلي 41 سنة بالإيمان، بعد 20 سنة تصلي 61 سنة بالإيمان، ثم أصلي 80 سنة بالإيمان، ثم أقول 100 سنة بالإيمان، لأنني أريد أن أفكر أن أعيش كثيراً، وأعمل حسابي، أقرر أن أعيش كثيراً، كل ما عم تكبر بالإيمان، ما سيحدث عادة، كل ما عم تكتشف، كيف أنت، سأقول لك بين هللين، امرت، لماذا أكتشفها قبل؟ لا، كل ما في ناس بقولوا كل ما صرت أحسن، لا لا، بالحقيقة كل ما أنت كبرت بالإيمان، كل ما تطلعت على حالك كيف أنت بالمرة، وكل ما تطلعت على يسوع عدش هو طيقك، في جهة هذا اكتشف، الأكتشاف العظيم، عادةً بتبلش أنك، أوه، أنت شو عظيم، لكن كل ما تكبر عندي خبر لك، كل ما تقدم بالإيمان، كل ما تلاقي أنك أنت عم تنقص بالحقيقة، أنت لا تزيد، أنت عم تنقص، وعم تنقص، وعم تنقص، وعم تنقص، وأحتياجك للرب عم تزيد، وعم تزيد، وعم تزيد، وعم تزيد، وعم تزيد، ونعمة الله تحتاج لأله أكتر، وأكتر، وأكتر، ورحمة الله تحتاج لأله أكتر، وأكتر، وأكتر، وقوة الله والروح القدس تحتاج لأله أكتر، وأكتر، 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 ويالي هذا السر العظيم يا أحبائي بأنه بالحقيقة حياة المؤمن هي من فوق لتحت على الصعيد الجسدي لكن هي من تحت لفوق على الصعيد الروحي لأن ينبغن هو يزيد ونحن ننقص وكل ما بالحقيقة صرت كل مرة عم تفوت على محضر الله كل ما عم تكتشف أنه هذا الحضور أديشه ثمين أديش أنا لا أريد أنه ضيعه من حياتي أديش أنه من دونه أنا لا شيء من دونه لا أستطيع أن أفعل شيء أنا لكن في المسيح يسوع كل شيء مستطاع أديش ما أنت بتكتشف أنه هويتك بالحقيقة عم تنقص وهوية يسوع فيك عم تزيد احتياجك لهذا الدني لهذه الدني عم ينقص واحتياجك للمسيح عم يزيد أكتر أكتر محبتك للعالم عم تنقص ومحبتك ليسوع عم تزيد وعم تزيد وعم تزيد وعم تزيد وعم تزيد إذن أنت بتكون بالمكان الصحي أحبائي وكل ما اقتربت منه كل ما النور زاد نعم بس في مشكلة لما النور بزيد البقعة بتبين أكتر عادة إذا واقف بالظلمة تيبك ببينه نضاف لكن وقف بالنور نعم اسمعني حتى لو لبس أبيض مي بالمية وحطيت عليك بروجيكتور رح بيبين في أصص شانيك كل ما قربت للنور كل ما قربت للرب كل ما اكتشفت قديش أنت وأنا مجوي فيش حدا اكتشف فيك خلينشوا بدايكم نعم اللي ما اكتشفوا هيك بعرف هلأ هنين وين بعد ما قربوا للنور يعني بعد ما اعتبر انه ما أحلاني ما أمجدني وما أقدسني نعم ومعظمنا يا أحبائي إذ يريد أن يقارن حياته يتطلع على الآخرين يكتجف أن هذا هو عظيم لأنه مقياس مقياس حياتك وليس الآخرين ليس المؤمنين الثانيين إذا أنا أنا بطلع بالكنيسة مثلا في ناس يقولون أنا بالنسبة لغيري كثير منيح مثل هذا العشر أنا أو عشر يصلي دائما ما بغيب كله تمام بقرأ كل يوم عظيم مقارنة مع غيري يتطلع باسمع القصص اللي عم بتصير تقول لي عمي أنا ما بعمل هيك شي هللويا شو قديس أنا صح لا تجي قارن حالك مع وضع الناس اللي حول منك بتلاقي أنه أنت كتير تمام لكن اسمعني جيدا بس بلش تقارن حالك الآن مع كيف مفروض تكون بالمسيح ها 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 بيكون بيقول لي أنا راضي يعني ها ها أطلاقة لا لا ليه هيك عادة يا أحبائي لأنه فيه بقلبي وبقلبك دائما شيء اسمه تبعيتي للرب أنك تفصلني عن المسيح أنك بمعنى آخر تفصلني عن الحياة أنك تفصلني عن الحياة كل بساطة أنك تعلني ميت لذلك لذلك الآن تذيذي اليوم هذا الاجتماع بأنه قلت لك أنه أنت مش مصاحب ياسوع أنت مجوز ياسوع طلب الحدا كله أنا مش مصاحبه أنا مش عم بظهر أنا وياه مش عم نتواعد حتى على فكرة قلت لك كمان كمان لك ما هذا بدي أحكي مع الثاني حكي معه بليس قال له أنا مش خاطبه كمان أنا مجوزه بليس معوني المجوزين هلأ رح يكونوا كثير مبسوطين بهذا الحديث لأنه بالحقيقة أكيد رح يكون عم بيدق فيهم بليس معوني شو بيقول لك لين لما كنت عم تتواعد حدا كان كل شي تمام نهار اللي خطبته كم واحد من المجوزين بول نهار اللي تجوزت اكتشفت حدم تاني شوف نبديكم هللويا عادة بتعرف ليش أحبائي لأن ألصق علاقة هي علاقة الزواج ما في شي بقى تخبيه هناك صح إلا إذا بعدك عم تخبيه ما بعرف لكن مفروض اتنين مزوجين يعني صاروا عريانين قدام بعض après ما بقى في شي خبوه إلا إذا فهم الزواج غلط أي ولا لأ مفروض تكونوا راشدين هون سكر الديني لأبنيك حتى نعرف نحكم مصبوط أي ولا لأ يا أحبائي صح صبح الآن أنك تكتشف الشخص الآخر مثل ما هو الرائع بأنه أنا لما تجوزت يسوع اكتشفته مثل ما هو اسماني شو بتلك الان والرائع خلي نقول الرائع بالنسبة لقاله أنه هو قال ما فيه زلدة وران ما فيه جنس الغش كامل بس اللي مش رائع أنه هو اكتشفني مثل ما أنا ومشان هيك الانصرت نقزين أني قرب كتير لأنه كلمة عم بقرب كلمة هو عم بيعول هيك إطلاقاً تعرف ليش يا أحباك لأنه كلمة عم بقرب بالحقيقة كلمة دمه ونعمته عم تزيد وغطاءه علي عم تزيد ورحمته علي عم تزيد وأبوله والقالي عم يزيد الذي رأاك الان يراني الذي يتعامل معك الان يتعامل معي الذي يقبلك يقبلني الذي يحبك يحبني أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك نهار اللي كنت خاطئ أنا أحبك لا أحب خطاياك لا أحب هذه البقعة لكن أحبك جدا وأنا أقبلك جدا وأنت جزء مني وأنا جزء منك أنت عظم من عظمي ولحم من لحمي هاللوية 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 سيت تقول لها يعني اليوم بش هذا ممنون لهذا الحب يا أحباه أنا إذا أدرس الآن معكم عن هيدول التلميذ أكتشف هذين النعمة بأن احتفالات التسبيح والعبادة الكبيرة التي كانت تصير بأيام الرب هذلك الوقت يكون فيه ألفات من الناس ويسوع يوعز لكن يمضي الليل مع 12 أنه يقعد بالبيت مع 12 واحد لكن يحكي لعشرين ألف كل يوم يوعز ألفات وألفات وألفات يشفي مئات لو ربما وعشرات استقرأ واحد من الإصحاح بخبرك بمرقص مثلا بنهار واحد قال شفي قال وكل من أتى إليه نال الشفاء قال وصاروا يجبولوا المرضى وكل واحد إجا نال الشفاء ما في ولا واحد من جفى يشفي المئات يصلي من أجل العشرات لربما أو المئات يعز الألفات الألفات يتنقل من مدن بكل المدن بهذاك الوقت لدرجة أنه سيتو وصل على اليونان من دون انترنت من دون جرايد من دون راديو من دون ساتليت ومن دون تلفزيون مجرد أنه ناس حكيت لبعض البعض وصل سيتو إلى أوروبا حتى لدرجة يا أحبائي لما تحدث بولوس أمام قيصر ولما تحدث بولوس أمام الوالي بهذاك الوقت وصلت لأعلى المرجعيات بهذاك الوقت يعني تخيل أنك أنت مجرد واعز بقلب مكان ما حداً بأميركا رئيس أميركا عم تسمى عليك أو بيعرف عنك من دون تلفزيون من دون راديو من دون انترنت من دون كل مواصلات النقل والاتصالات الموجودة اليوم الحديث اللي عنا إياها رغم كل هذه الخدمة الرائعة اسمعني شو أقول لك لأني أحبائي وفي ناس هوني بتغلط لأنك جزء من الكنيسة اسمعني شو أقول لك جزء من الجماعة مجوز في هذه الكنيسة ملتزم في هذه الكنيسة حتى لو عندك خدمتك الخاصة لأن الله لا يريد أن يبني خدمتك الخاصة الله يريد أن يبني ملكوته هو نالين كل هذه الخدمة العظيمة اللي عملها يسوع رغم أنه لم يكن يمتلك أي إمكانيات من اللي عنا إياها نحن هلأ إلا أنه كان كل يوم يوعى مع 12 وينام مع 12 وين ما بيمشي في 12 ماشيين معه لمدة 3 سنين ونص هذول 12 خياله وين ما بيروح وين ما بيجي شو ما بيعمل كيف ما حكي بيسمعوا كل شي بيشوفوا كل شي بيشوفوا وعي من النوم بيشوفوه عم يتروأ بيشوفوه عم يتعشى بيحكوا معه على العشة ويسألوا أسئلة عن الوعظة اللي صارت العشة بيلعبوا معه بيضحكوا معه بيمزحوا معه كل هذه المسائل عايشين هن وياه هذول 12 لذلك الآن الخدمة الكبيرة للألفات جيدة لكن جيد جدا أنك تكون أيضا ملتصق بالجماعة الصغيرة اللي أنت عندك ياها اليوم في هذه الكنيسة جيد جدا أن يكون لك احتفالات هناك ناس بتنطم الكنيسة بيجي من كنيسة إلى كنيسة وتيجي بتحضر احتفال وبتفل تفكر أنك أنت عضو في جسد المسيح أنت غلطان أنت تكون عضو في جسد المسيح هي أنك تكون في كل ما للكلمة من معنى فعال في هذا الجسد وعندك شركة مع أقله مجموعة صغيرة في هذا الجسد الآن هذول 12 أحبائي الرائع أنه بالمسيح لما نقاههم عارف أنه هذول سوف يكونوا خدام العهد الجديد وعارف أكتر يا أحبابا أنه ليس فقط سيكونوا خدام العهد الجديد بأنه مسئولية قيامة الكنيسة الأولى محطوطة على كتافهم في الأيام الجاية صلى طول الليل عامتين نهار ونقى وقلتلك بالماضي يا أحبائي الرائع بالموضوع أنك لما بتدرس هذا الموضوع مش مين نقى يسوع لكن مين ما نقى يسوع الرائع بالموضوع أنك تكتشف بأنه كان عنده خيار واسع من ألفات من القوم من كل الطبقات ومن كل الثقافات ومن كل الإمكانيات لربما المادية أو الثقافية أو العلمية أو الطبقية أو المفاتيح لربما مدن لأنه الكتاب يقول بأنه واحدة من أتباع المسيح كانت تخدم في قصر هيرودوس ومن أتباع يسوع كانوا بهذاك الوقت كانوا يدعموه من مالهم كان فيه منهم النساء أيضاً إلهم دخل به قاضي في الجيش بهذاك الوقت أشخاص مسؤولين جداً الرائع بأنه ليس هيدول اللي نقاهن يسوع مين كان عبينق يسوع مش مين ما نقه وفكر الآن باللي ما نقهن يسوع هل كان يمتلكوا إمكانيات فكر يا أحبائي بأنه كان فيه الكتاب يقول أكتر من خمسمائة واحد استقرأ بكورنتوس أكتر من خمسمائة واحد اللي هن أتباع الرسل اللي كانوا مقربين من الرب عدل ألفات اللي عم تتبعوا في كل أنحاء المدن استقرأ بكورنتوس قال المسيح ظهر لأكتر من خمسمائة أخ صح؟ أمين 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 مظبوط لكن الرائع أيضا بأنك تكتشف بأنه بيوم الخمسين كانوا بس مئة وعشرين لأنه أشخاص بالحقيقة يا أحبائي خاطب يسوع بس مش مزوجي يسوع وين ثلاثمائة وثمانين بهذاك الوقت ليه ما نطروا ليوم الخمسين ليه يقسوا وين راحوا شو عملوا يسوع ظهر لهم بعد القيامة يسوع حكاهم بعد القيامة يسوع لهم انطروا بعد القيامة ليوم الخمسين ليه ما كانوا هناك لكن هذول الاثناش كانوا هناك وتقرأ الآن وتدرس عن شخصيات هذول الاثناش تكتشف أنه بكل واحد في شخصية والرائع بالموضوع مش شخصيات هذول الاثناش الرائع بالموضوع أنه كيف كانوا قاعدين مع بعض هذول الاثناش لأنه بالحقيقة ولا واحد منهم بيشبه التاني ولا واحد منهم عنده نفس الشخصية ولا واحد منهم لا درجة أنه فيه تناقضات هائلة بين بعضهم واحد حزبي واحد معارض واحد موالي واحد خائن واحد وطني واحد زعوري واحد مثقف واحد كتابي واحد روحي لاحظ دائما فيه أنا وأنت البشر دائما عندنا تطرف هائل يام نكون هيك يام نكون هيك وحتى بتشوف هذا التطرف موجود في الكنائس هذه الأيام يام بيكونوا كليا روحيين 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 يعني كل اللي عم بيعملوه كل الوقت روحيين وبتشوف أشخاص كليا كتابيين كل اللي عم بيعملوه ما بدون شين من الروح القدوس بدون يقروا الحرف ويتمتعوا بهذا الحرف نأسمعني جيدا الرب قال أريد عابدين بالروح وبالحق الاثنين نحتاج للكلمة الكاملة ونحتاج للروح الكامل نحتاج هذول اتنين يكونوا مع بعض إنه ليش بدون يكون الاتهام إنه يزم تكون يا روحي يا كتابي ليش ما فيك تكون كتابي وروحي بنفس الوقت نعم وهذا الذي كان يحدث عند التلميذ يوحانا ويعقوب أولاد الرعد تومة شكاك تخيل تومة الله يصق بالرب واحد من التلميذ يسوع ما بيوسق فيه يوحانا ويعقوب وليد خالته شكاكين استفانوس احفان فيليبوس بيحب الكلمة ولازم تقل له فيه هيك آية اندراوس بيحب الصلاة والروحيات والتبعية يهوز سمعان الغيور سمعان الغيور حزبي متى موالي شخص عنده قيمة بالمجتمع يجمع للضريبة عنده مال عنده جاه عنده مكانة في المجتمع واليوم نريد أن نتحدث عن شخص شخصية هائلة تدعى يهوز غير الاسخريوتي مش يهوز الاسخريوتي يهوز أخو يعقوب غير يهوز الاسخريوتي وشانهيك وريدك أن تذهب معي الآن إلى إنجيل يوحانا لصاح 14 رائعي أحب أنه أيضا بين هيدول الـ 12 واحد اللي كانوا أتباع يسوع أو تلميذ يسوع قلتلك الصفة اللي موجودة فيهم إنهم أتباع قول معي أتباع أتباع قوله بعض مرة لو سمحت أتباع بعض مرة إذا بتريد أتباع قوله لحدك أتباع أتباع بأنه بالحقيقة لا يفعلون شيء من دون الرب بأنه بالحقيقة مية بالمية هن لحقينه مية بالمية بالحقيقة أنه مستعدين أن يتخلوا عن كل شيء ويكونوا معه لاحز الكتاب يقول في الحال متى ترك مكان شغله ومركزه قالوا وقاموا وتبعه تقرأ يحنى ويعقوب قال تركوا المركب والشباك والرعب بتاعب ما يقول لك وبيون زبدي وقاموا وتبعوه في الحال طالوا وبيون باي يا ولد شباب في الحال يالي هذه التبعية يا أحباي يالي هذه التبعية بأنه علاقتي أو حياتي في الكنيسة في المسيح هي قبل أي شيء آخر في الحال لأن تقرأ عن هذا متل ما تلكم الآن نقرأ عن كل الرسل إذا بدك الأيات اللي بتحكي أسامي كل الرسل بمتى عشرة بمركز ثلاثة بلوءة ستة وبعمل الرسل واحد تقرأ عن أسامي الرسل الاثناش كل إياتهم هيدول الرسل كل إياتهم مدونين بهذه الأربع مقاطع في الكتاب المقدس لكن كل واحد منهم عنده فقرات محددة في الكتاب المقدس ما عدا تنين الله راد أسبوع القادم بحكي عن تنين اللي مش جايبين سيرتهم أبدا ما منعرف شي عنهم هيدول لكن كانوا من التلميز الاثناش لا بيهشوا ولا بيهشوا نبقى بنحكي عنهم بلي يمسي خيسوا اختار اثنين لا بيهشوا ولا بيهشوا ولا مرة عندهم رأي ولا مرة عندهم شي يقولوا ولا مرة لكن نقرأ الآن عن هذا الرجل الذي يدعى يهوذة ما عم نحكي عن يهوذة الإسخريوتي على فكرة يهوذة الإسخريوتي جاي وقته نحكي عنه بتفصيل ممل كواحد من الاثناش لأنه شخصية فزة وبارزة جدا بالحقيقة لما ندرس عن هذا الرجل استقرأ بيوحنة انجيل يوحنة لصاحة 14 تقرأ عن حديث يسوع مع الرسل آخر كلمات الرب يسوع المسيح مع هذول 12 تقرأ بإلهم أنا هو الطريق والحق والحياة تقرأ بإلهم لا تضطرب قلوبكم ولا تفزع في بيت أبي منازل كثيرة وتقرأ الشريعة اللي صارت بينه بين تومة نما قال له تومة بالأي خمسة يا سيد لا نعرف أين تذهب فكيف نعرف الطريق يعني في ناس كتير حبت شخصية تومة أنا ما شفتش حاجة ولا أعرف حاجة وما بأف وين كنت وهلأ أنا وين لوين رايش عايشين في ضياع مثل تومة وشيكك بكل شي وتقرأ أيضا عن فليبوس الشخص الكتابي تقرأ عنه في هذا المقطع إلى أن نصل إلى الآية 15 تقرأ هذه الكلمات قال إن كنتم تحبونني فعملوا وصياي وسوف أطلب من الآب أن يعطيكم معينا آخر يبقى معكم إلى الأبد وهو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يتقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه عم يحكي كلام كبير يسوح صح؟ صح؟ لمين كان يسوع بيحكي لتلاميذ لأتباع نعم لتلاميذ بشكركم لتلاميذ عم بيقول لهم يا تلاميذ يا أتباع يا حبيبات قلبي أنتوا لم تدعوا في بعض عبيد بل أحباء أنتوا حبيبات قلبي أنا بصلي أنه بكل جي 12 بكل مجموعة 12 في الكنيسة يكونوا يصيروا هيك أحباء لهذه الدرجة نلاحظ الآن هو الروح الحق الذي لا يقدر العالم أن يتقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفوه لأنه في وسطكم وسيكون في داخلكم لن أترككم يا تامة بل سأعود إليكم بعد قليل لا يراني العالم أما أنتم فسوف ترونني ولأني أنا حي فأنتم أيضا ستحيون في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيي وأنا فيكم من كانت عنده وصيائي ويعمل بها فذاك يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأعلن له ذاتي ما يحكي يسوع قال أنا أحبه وأعلن له ذاتي نلاحظ الآن فجأة بيطلع هذه الشخصية البارزة الذي يدعي هوز فسأله يهوز غير الإسخريوت اللي هو يهوز أخو يعقوب تذكر الآن كان فيه بين 12 ست أخوة ليس هذا رائع رب نقا أخوة بطرس وندراوس أخوة يوحنا ويعقوب أخوة يهوز ويعقوب أخوة كان في 2 يهوزة و2 يعقوب بنص هيدول 12 كان اسم دارج يهوز أو يعقوب بهذا الوقت الآن أليس هذا رائعي أحبائي بأنه المسيح ما قال لا خلينا ننوع يعني نعطي فرص للكل لكن حتى لما بتجي بتقرأ الآن بالـ 12 تلاقي أنه كان في شخصية بارزة جداً بهذا الـ 12 لهو بطرس أكثر واحد تحدث عنه الكتاب المقدس في العهد الجديد بعد يسوع هو بطرس أكثر اسم مذكور بالأنجيل الأربعة بعد يسوع دغري بطرس على فكرة ليس مريم تعرف مين الثالث بعد يسوع يهوزة لاحظ الآن يسوع بطرس يهوزة بمعنى آخر الآن كأنه يعني كان بين الثلاثة حتى يحنى ويعقوب وبطرس كان الأبرز فيهم بطرس الظاهر بمعنى آخر يسوع حتى أعطى صلاحيات أو أعطى أمور لأشخاص محددة بين هذول 12 وما كان في مشكلة بين البقيين معليني أحبائي وكان في واحد عبي يظهر بين الكل عبي يظهر عبي يبرز واحد اسمه بطرس ليش بطرس كان عبي يبرز أكتر من غيره رح نبقى منحكي أكتر لما منوصل نحكي عن بطرس والمشكلة هل كانت أنه يسوع بالحقيقة ميز بطرس عن الآخرين إطلاقا لكن الشيء الموجود بطرس جعل بطرس يتميز عن الآخرين إذن الطلب لحدك إله الأمر لألك صح الموضوع مش بييد حتى يسوع مش بييد الأسيس يسوع كان أنه يعلن أنه بطرس هو تاني واحد من بعده الموضوع كان بييد بطرس لما نقعد ندرس عن بطرس رح تعرف أكتر هذا الموضوع نالآن الرائع بالموضوع أنه مثل ما كان فيه بطرس الشخص البارج جدا بالمجموعة وأشهر واحد بالمجموعة كان فيه أيضا برتلماوس اللي ما سمعت شي عنه بالمجموعة مثل ما فيه ما فيه واحد ظاهر كتير فيه واحد مختفي كتير ومثل ما فيه واحد عم بيشد دايماً الكاميرا صوبه فيه واحد دايماً كانت كل ما تيجي الكاميرا عليه يشد على الآخرين اسمه اندراوس اللي هذه الشخصيات واحد يريد الظهور واحد لا يريد الظهور كان هدفه أنه الآخرين يرتفعوا واحد شكيك والآن هذا الذي يدعى يهوز غير الإسخريوتي أخو يعقوب تقرأ عنه فسأله يهوز غير الإسخريوتي يا سيد ماذا جرى حتى تعلن لنا ذاتك ولا تعلنها للعالم علامة استفهان أجابه يسوع من يحبني يعمل بكلمتي نالآن ماذا تستخلص من سؤال يهوز تستخلص من سؤال يهوز الآن يا أحبائي إنه لا يشك بيسوع كشخص لكن يشك بنية يسوع كشخص يسوع أسيس يسوع كان معه بقلب المجموعة شخص مش شكيك فيه هو لكن شكيك ليش أنا شكيك بأنه خليني أقوله هاك واحد بالمجموعة شكيك أنه ماذا يريدون مني؟ لماذا يحبني لألة؟ لماذا ينقيني؟ تخيل بين المجموعة؟ ويمكن كان عنده صغر نفس أو يتطلع هذا الذي يقول أنه لماذا أنا نقيني؟ كان هناك نقية بل بيتين تتوهد بالضايع هناك هناك كثير من أحد أحسن مني لماذا تنقيني؟ آه أريد شيء مني؟ أقول لك أريد أن يتحدث مع أهلي؟ أقول لك عنده حدا رايبي أريد أن يتعرف عليهم؟ أقول لك ليش عم بيجي لأهلي أكتر شيء؟ تخيل هذا الفكر الموجود بواحد من 12 شعر بأنه بالحقيقة يسوع عايزه مش هو اللي عايز يسوع ماذا جرى حتى تعلن لنا ذاتك وليس للعالم؟ ليش نحن؟ شو بدك مننا؟ أشخاص حتى أيضا تجعل كنائس وبعد فترة تقول لماذا جيت؟ شو بدون أقول لك يعملون؟ ها هدول في ناس يقول ها هدول منظمة ها هدول هدول عندهم هدول عندهم هدول عندهم أكيد تفكر أكتر مني يعني أنا عم شوف يسوع يعمل كل أساس بس ليها يعمل بعدين حتى يعني افترض افترض أنه صح وأنا بأيمن أنه صح ليش أنا؟ اش معنى أنا عن كل الناس اللي قاعدة يعني ليش أنا؟ ليش أنا بالذات؟ إذا بتدرس عن يا أوزة ويعقوب يا أحبائي بتدرس بأنه كانوا مختلفين عن هدوك الأشخاص كان عندهم بيزنس كانوا طبعا صيادين مثل غيرهم لكن صيادتهم كانت مربحة الظاهر وكانوا بارزين في هذه الصياد تدرس عنهم تاريخيا هدول الأخوة لتنين ليش نقيني إليه؟ شو بدون مني؟ طيب أوكي فهمنا وليه دخالتوا هيدول اثنين يعقوبو ويوحن وليه دخالتوا قالنا اندراوس وبترس أصحابهم فليبوس صاحب اندراوس متى أوكي شايفوا هناك جابي ضرائب عياطله برت الماوس يعني شايفهم عثر وما قال لك جيبوا هذا بس ليه أنا شخص كثير بعض الأحيان يا أحباقي تعرف تعتقد بأن تبعيتها ليسوع هي خدمة ليسوع سمعنا ما أريد لك الآن أو هي بمعنى آخر يسوع محتاج لألا كل ما تفعله للرب يسوع هو امتياز لألك ليس للرب يسوع كل ما أنت تقوم به بحياتك هنا على الأرض للرب يسوع هو بالحقيقة ولا شيء مقارنة مع هو ما يفعل من أجلك لألك إذا تضعهم وتقرنهم بسلة وتقيس تجد ريشة قدام أطنان وأطنان وأطنان مستحيل أنك تستطيع ترجح الكفة لصوبك لماذا أنا ماذا يريد مني الراب واليوم أريد أن أسألك سؤال هذا أيضا لألك برأيك ماذا يريد منك الراب وكان الجواب ليهوز ياهوز يا زلم يصلي معك ثلاث ستين ونص تبعني وليس الحال لاحظ قال ياهوز من يحبني يعمل بكلمتي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نجعل لنا منزلا بالحقيقة أنا لم أدعوك لألك لأنه عايزك أنا دعوتك لأنك أنت عايزني لأنه أريد بالحقيقة أن أسكن فيك ياهوزة أريد أنا عيش من خلالك أريد أنا استخدمك ليش أنا ليش مشكل هيدول العالم لأنه الذي يحبني يعمل بكلمتي ويحبه أبي أيضا نأتي تلات ربع الأوقات تحس أنه لما لحد يسأله سؤال يسوع يأتي ويأتي غير جواب وفتكر أنت لم يقال دخلي هذا السؤال في الجواب يسألك الزلم يأتي يعني يقول معك كلمتين قال لك يا أخي فهمنا أنت تحبنا ويعطينا روح القدوس ولكن لماذا نحن لماذا تركز معي الآن أنهان لما أجل قال أريد أن نرى يسوع تذكر من رأيته رأيته فليبوس فليبوس بعث من لإندراوس إندراوس ماذا أخذ لعند يسوع صح يشوف الأسيس يسوع المشهور مظبوط لاحظ لما أجل سأل يا رب هناك يونانية يريد يشوف ك برا تعرف ما كان جواب يسوع لقلهم بهذا الوقت حيب تعرف لاحظ بكل بساطة إندراوس إجا يسوع أسيس يسوع في ناس جميع عطرين مشوار مليونين وجيين عدابة صار لهم جمعتين بيجوا عرفت كيف وكل هم بس بد يشوف وك أجا يسوع لهم الكلمات الحق أقول لكم إن لم تمت حبة الحنطة وتقع في الأرض الحق أقول لكم تبقى وحيدة ولكن إن ماتت أعطت سيواء تخيل أندراوس جميعاً هل أن تخيل يسوع لا تتخيل الآن جواب يسوع يعني يخي كل الطلبين منك جايبين معهم صور هيك وأعلم وبدأ تمضيل عليها يعني هذا كل شي لا أريد أن نرى جميعاً، فقط أريد أن نرى أريد أن نرى، أريد أن نرى سنعود لكم استقرأ أريد أن نرى يوحنا مضبوط يوحنا 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 12 قبل بصحين قال بالأي عشرين وكان بين الذين قصدوا رشاليم للعبادة في أثناء العيد بعض اليونانيين فذهبوا إلى فيليبوس وهو من بيت صيدة في منطقة الجليل وقالوا له يا سيد نريد أن نرى يسوع فجاء فيليبوس وأخبر أندراوس ثم ذهبا معا وأخبرا يسوع فقال يسوع لهما قد اقتربت ساعة تمجيد ابن الإنسان الحق الحق أقول لكم إن حبة الحمطة تبقى وحيدة إن لم تقع في الأرض وتمت أما إذا ماتت فإنها تنتج حبا كثيرا من يتمسك بحياته يخسرها ومن نبزها في هذا العالم يوفرها الحياة الأبدية من أراد أن يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا يكون خادمي أيضا وكل من يخدمني يكرمه أبي أنتوا لاحظتوا السؤال وانتبهتوا على الجواب الثلاثين فليبوس وأدراوس يسوع في ناس جايين من اليونان يشوفوك الآن فليز هذا فليبوس وأدراوس بدي كم واحد يوناني فليز يجي لها لأثين معهم كم واحد يوناني هذا يجي ثلاثة أربع أربع فضلوا شباب أربع أنت هون وقفوا هون بالزاوية بس شوفوا الصورة هون تفضل فضل بديك تشوفوا الصورة يعني منظر لأنه منظر مضحك بالحقيقة هادول جميعا نشوف يسوع ما هيك فليبوس طبعا فليبوس ربا ايه أنا صاحبه نعم امره شباب هو السكرتير العام يعني لأنه بيعرف كل الكتب والمساء ما نشوف يسوع قلوله ما نشوف يسوع لا مشيك مشيك قلوه بحميس ما نشوف يسوع وحينا لحظة 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 تقول بالك هو اندرو انته لهم طالوا بيلكم لحظة طالوا بيا اوك اندرو عادة فليبوس عادة اوك ايا اسم عطيني اسمك غورج ليه لا يوجد علي فهم اوك اياها اسمي اوك لحظة كليكم هون ناطرين برا شو بتشرب بوء السكرتيرا اضعي فيهم شيء ايجا طبعا فليبوس مثلا هم مفتكر حاله هو القصة كلها بعد شوية جهل عند اندراوس. هناك ناس هوني جايين بديوا يشوفوا يسوع. وأنا عملت حالي أنه أنا ربه بس. شوف أنت صاحبك أنت دائماً ما تستحي تروح لعنده. خلينا نروح. بتاعتها مع بعض وأنتو جيتوا الآن. أنا يسوع استغفر الله العظيم. هناك ناس بدون نشوفوك ما هيك وانتونيك. لاحظين يعني لا بديك تشوفا وفجأة يسوع نتخلق يسوع كان. كان قاعد مع تلميز البائيين بعدين طلع لقلهم ندراوس. فليبوس حق حق أقول لكم. إن لم تمت حبة الحنطة وتقع في الأرض. الحق أقول لكم سوف تبقى وحيدة. ولكن إن ماتت تأتي بسمر كثير. من أراد أن يخدمني فليتبعني. وكل من يتبعني يحبه أبي. وكل من يخدمني يكرمه أبي. يسوع نحن نعتذر أنه قلنا لك في ناس يشوفوك. يعني بالحقيقة. يا خي. جوابك بيضل تحت باطك. بس أنه. بس أنه خير جي. أنه ما بنسترجع نحكي كلمة يفتح لنا بقصة. بيطلع للم مشروع طويل على كل الطلب مني منك. يا خي في ناس جايين يشوفوك. إن لم تموت حبة الحنطة تبقى وحيدة. نلقي نفس الأمر. بديك تشوف نفس الصورة الآن. نفس الصورة بالنسبة لي يهوزها. أرب يسوع يتحدث عن أمور عظيمة للرسل. يتحدث عن سكن الروح القدس. هذا الذي بينكم يصبح في داخلكم. الذي يحبني يعمل بكلمتي ويحبه أبي أيضاً. وفجأة هذا اليهوز أفكر ليش هذه الكلمات لا تذهب إلى كل الناس؟ ليش هذه الكلمات لا تذهب إلى كل شخص؟ ليش نحن؟ ليش نحن؟ وفجأة يسوع قال هذه الكلمات يا يهوز اسمعني جيداً الآن. الذي يحبني يعمل بكلمتي وإليه نأتي ويحبه أبي وإليه نأتي ونصنع عندهم أنزلاً. لكن لاحظ يكمل وقال شكراً شبيب لاحظ يكمل وقال. والذي لا يحبني لا يعمل بكلامي وليس هذا الكلام الذي تسمعونه من عندي بل من آب الذي أرسلني. قلت لكم هذه الأمور وأنا ما زلت عندكم. وأما روح القدس المعين سيرسله الآب بإسمي فأنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. كأنه الرب يسوع معه برد عليهم بس تعرف شو بالحقيقة يسوع عم برد عليهم. استقرأ بالإصلاح 12 قال الحق ألحق أقول لكم إن حبة الحنطة تبقى وحيدة إن لم تقع في الأرض وتمت. أما إذا ماتت فنا تنتج حباً كثيراً من يتمسك بحياته يخسرها. ومن نبزها في هذا العالم يوفرها للحياة الأبدية. من أراد أن يخدمني فليتبعني. وحيث أنا أكون يكون خادم أيضاً وكل من يخدمني يكرمه أبي. الآن اسمعوني شو بدل لك نعم. هذا الرجل أو فليبوس وأندراوس لم يدركا بالحقيقة شو كان يسوع عم بيقول. عم بيقول له هيدول الجامعة اليونانية بدون نشوفوك. وفجأة يسوع رد عليهم ما في لزوم بعد الآن أن الناس تيجي من كل العالم لتشوفني. لأنه نهار رح يجي أنا سوف أقع على الأرض وأنتج يسوعات كثيرات في كل أنحاء العالم. هاللويا. إن لن تقع حبة الحمطة على الأرض وتمت تبقى وحيدة. وإذا كان في يسوع واحد رح يضل في ناس جايين من اليونان ومن أمريكا ونحج كل ياتنا حتى نروح على هذا المكان. يسوع مرة تحدث قال قال أنتم تعبدونه للسامرية قال أنتم بتروحوا على هذا الجبل واليهود بروحوا على هذا الجبل. الحق الحق أقول لكم مش المكان اللي عم نتحدث عنه فيما بعد. لأن الله لا يبتغي عبادة في هياك الأرضية الله يبتغي عابدين أن يعبدوه بروح والحق. ومن أجل أن يفعلوا هذا عليهم أن يدركوا أن الله هو روح. وأيضا من أجل أن يرونني الآن ينبغي أن يرونني فيكم. يا يهوز الآن أنا لم أعلن هذا لكل الناس لأنه ليس لي إمكانية أن أفعل هذا لكل الناس الآن. لكن الآن إذا أنت تحبني وتعمل بكلمتي أنا وأبي سوف نكون في داخلك وكل الناس سوف ترى هذا. من أجل هذا أنت معي بالحقيقة من أجل أن أنا أصبح في داخلك. وهذا هو هدف التبعية الذي ما كان فهمه يهوز. لاحظ هذه الكلمات اللي حكيها لفليبوس وأندراوس لاحظ هذه الكلمات لاحظ قال من أراد أن يخدمني فليتبعني. ببساطة طلب حدك أنه بس تتبع يسوع عم تخدمه. تعرف ليه لأنه شوي شوي بالحقيقة عم بصير فيك. ولما بصير فيك الناس رح بتشوفه هللويا. ولما الناس رح بتشوفه رح تتبعه هللويا. ما هذا عم سمع لي اليوم مع أنه هام جداً هذا اليهوز. لما بصير فيك يسوع يسوع جزيب حدا بقول لي يسوع جزيب. يسوع جزيب لدرجة أن الناس كانت عم تيجي من كل أنحاء العالم لتشوفه بهذاك الوقت صح. لا ولا بلاء. لما بصير فيك يسوع بتصير أنت جزيب. بس الناس تفتكر أن الناس من جزبي لألك بالحقيقة هي مش من جزبي لألك. من جزبي ليسوع الذي فيك. ليش أنت فجأة صرت جزيب لأنك تحفظ كلمته وتعمل بها. ولأنه الآب والإبن يسكن فيك بالروح القدس. قالوا هذا الكلام ليس من عندي هذا من عند أبي بمعنى آخر أنا الآن أرسلك كما أن الآب أرسلني لأن الله أحبك كما أنه أحبني. استقرأ بصحة 17 من إنجيل يوحنى تقرأ لأنه لكي يعرف العالم أنك أحببتهم كما أحببتني. قال أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني لكي يكونوا فيي وأنا فيهم لكي نصبح واحد ولكي يعرف العالم أنك أحببتهم كما أحببتني. أنا محبوب قد ما الآب بيحب الإبن الآب بيحبني. يريد أن يستخدمني بنفس الطريقة اللي استخدم فيها يسوع. قال هذه تفعلونها وتفعلون أعظم منها. تعرف شو السر؟ السر بأنك تفهم شو فهم يهوز بعد ذلك الوقت. الذي يحفظ كلمتي ويعمل بها. أنا أحبه وأبي يحبه أيضا. وإليه نأتي ونصنع عنده منزلا مجرد أنه صار الله ساكن فيك. ليس محتاج أنك تعمل ولا خدمة صرت جزايا. لأن من أراد أن يخدمني فليتبعني مجرد أنك أنت تابعه الناس ستتبعك. ولهذا يكمل وقال قال والذي يتبعني يكرمه أبي. طب حدا كله هذا وعد لألك اليوم. من يعرف أنه الآب كان يكرم الإبن؟ سنرى بدايكم. من متأكد أنه الآب كان يكرم الإبن؟ هناك مرة رأيته بالكتاب المقدس غير على الصليب. أرجوك سمعوني يا جماعة. أرجوك هام جداً أحكي بخياته. غير غير وقت الصليب. هناك مرة رأيت بالكتاب المقدس بأنه يسوع ملئة محل يكل. ما يجبونه في محل قال أنه ابن الإنسان ليس له مكان يحط عليه رأسه. أستعرف شو قال كان باعت تلميزه على السامرة. وهي تلميزه قال له لا تخلوا معلمكم يأتي لهون لأنه بالحقيقة ما بدنا يأتي من هنا. ألف قطع من السامرة وبعدين في ولاد الرعد تدخلوا. ذكروا شو قالوا ولاد الرعد. تعرف شو قالوا قال يلا هيتنا نعمل الاجتماع الصلاة شو شباب ليه صلاة مانا نحرقون. فارجيه عم ترفضونا لا فارجيه جراما ما أنا نحرق كل واحد فيكم كل واحد فيهم ما أنا نيران من السماء تنزل يعني شو هالروح المسيحية الرائعة كانت بين الرسل محبة غير عادية عم تتفجر. وفجأة إجا واحد من هذه الضيعة اللي هي بالسامرة إجا قالوا يا رب أنا أتبعك قالوا لابد الإنسان عندكم ما في محل حتى تراسه. تثبت إذن الموضوع يا حباء تلاحظ بأنه المسيح ولا مرة احتاج إلا على الصليب. وليش احتاج على الصليب؟ من كل النواة عم بحكي الآن عاطفيا ماديا اجتماعيا روحيا من كل نواة. ليش هناك قال حتى أن الآب تركه صح؟ قال إلهي إلهي لماذا؟ ليش احتاج على الصليب؟ قال افتقر وهو 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 معا بس معكم. الفقر وهو لكي نختني نحن حالي لويا الذي يتبعني يكرمه أبي هذا وعد يمكن أنت اليوم تكون مثل هذا اليهوزة ما أعتقد بأنه هو عايزك مش أنت عايزه ما أعتقد أنك أنت عندك إشا كتير تقدم له إياها بس هو ما عنده شيء قدم لك إياه بالحقيقة الرابع يقول لك الآن يا يهوزة الآن أنت ستصبح مسيح صغير لأنه أنا في الزمنات فكرت لما كنت بكريت لهوز إجا واحداك عم بيعلم عنا بالجامعة إجا قال هالكلمات قال قال إجا يسوع على الأرض وعمل نهضة صح؟ بهذاك الوقت عمل نهضة يسوع مضبوط قال عمل نهضة يسوع وصار كل الناس تعرف فيه بهذاك الوقت شفه حرر خلص قال ليش ما الله بيبعث شيء 12 يسوع مثلا على أوروبا بيبعث يسوع على آسيا بيبعث يسوع على أفريقيا بيبعث يسوع أمريكا اللاتينية يسوع مدقاشكر على أمريكا الشمالية يسوع على أستراليا يسوع على القطب الشمالي والقدب الجنب بيبعث يسوع ما هيك وبصير فيه نهضة وخلصة والبشارة بتتم وكل شيء بيكون بخير قال بدي إياكم تفكروا فيها شوي وبكرة منحكي بالموضوع رحت على البيت كل نهار أنا عم فكر بالموضوع مضبوط دخلك لم يعملها بعد شو يصير تصلي رابع أنا عندي اقتراح لألك بتهون لك القصة كل لأيتها وخلصت ابعت لك شيء 12 يسوع وبتخلص مضبوط تعلم شو كان جواب الرابع لأليه قال لي شادي هذا بالزبط اللي أنا عملته لأن الآب زرع الإبن فمات لكي يفرخ لأله أبناء كثيرة حاللويا وأينما أنت موجود يسوع هناك ليس لأنك أنت يسوع لأن هو فيك حالبول أمين اليوم يا أحباب ليس هناك الآن في يسوعيت يسوعين كثيرين في كل أنحاء العالم الآن لكن المشكلة أنها لا تحفظ كلمته ولا تعمل بكلمته مش إن هيك هذا اليسوع لا يرى إجا الوقت يا أحبائي بأن هذا اليسوع الذي فيك يرى وأنت لا ترى يا أمين اليوم أمين دعنا نقف مع بعض الآن في محضر راب قل له هكي يا راب قل له يا راب الآن إجا الوقت أن أنا أختفي أن تتبين والطريقة لأنك أنت تختفي أنك تحفظ كلمته أنك تعمل بكلمته أنك تحفظ كلامه أنه يظهر بكل شيء تقوم به به هنا على الأرض اسمعني ما يقول لك لأن أنت وعم تأكل عم تعبده أنت ونيم عم تعبده أنت وبشغلك عم تعبده أنت وبالشارع أنت فرحان أنت وعم تنكت عم تعبده أنت وعم تزور الناس عم تعبده أنت وعم تعبده أنت وعم تقرأ بالإنجيل عم تعبده أنت وماشي بالسوبر ماركت عم تعبده أنت وعم تسوق سيارتك عم تعبده يسوع ينبغي أن يظهر فيك العبادة هي علاقة العبادة هي علاقة الآن ارفع يديك لرب الأرباب قل له يا رب الآن فرخ يسوع فيا من جديد. يا يسوع الان يا يسوع الان. انت مش رح بكون عندك احتياج لان الذي يتبعني يكرمه ابي. بدك تخدم الرب من اراد ان يخدمني فليتبعني بس. مش محتاج تعمل شي تاني. مش محتاج تلاقي لالك خدمة هون على الارض لتبين. لانت تظهر. وتلاك تربيع الاوقات يا احبائي ان احنا منغش انفسنا. منكون اخدم الرب معتبرين بانه الرب بده يظهر. لكن تلاك تربيع الاوقات في خدام هون على الارض. عم تعمل كل شي حتى لي هن يظهر ومش الرب. بدك الرب يظهر اتبعه. تعرف كي تتبعه. خليهو يظهر. بدك تتبع. بدك الرب بدك تخدم. اتبع يسوع. اتبع يسوع في كل يوم. اتبع شو بيقلك. اتبع خطواته. اتبع كلماته. اكون عندك علاقة معه. اتبع كلمته. خلي كلمته تزيد فيك. اتبع هو شو بقول. حاللويا. كون بجسده. اتصرف متل ما هو بتصرف. عيش متل ما هو بعيش. سامح متل ما هو بسامح. حب متل ما هو بحب. احكيه متل ما هو بيحكي. سماع متل ما هو بيسمع. حن متل ما هو بحن. حاللويا. اسمعوني احبائي بليز. في حدا نقال هذه الكلمات. انك تكتشف بانه هذا العالم كله ياته. هو مبني بالحقيقة على شيء هام. شيء هام هو الانسان. هو الانسان. الله احب البشر. الله احب البشر. نالين بدي اسألك سؤال. قديش انت في حياتك كون على الارض. مؤثر في هذا البشر. ستكتشف انه كل ما كبرت. انه الحياتي مش قلام وراء. مش برامج. ومش اعمال ومش كل شيء. الحياة هي كنية عن علاقات. علاقات. بأنه تلت ربيعنا اذا اليوم بدي فنت حياتي وحياتك. تلت ربيعنا مقضينا ويوم الايام راح نندم. قضيناها مع ملفات وراء وأمور كثيرة. وما قضيناها مع الناس. اذا بتجي بتقرأ حياة ياسوع. بتلات سنين ونص طبع ياسوع. كان كل الوقت مع الناس. حتى ببيته كان في معوض ناشر واحد. كان تعرف انت يطلع يصلي مش بالوقت اللي الناس بتكون فيه واعية. حتى لي ما ياخد من وقت الناس. يصلي بالوقت اللي كله النايمين. يكون هو عب يصلي. يتقابل مع القاب الصباح باكرا قبل ما حدا يوعى. ناو انا وياك تلت ربيعنا بحجاج عديدة. عم نضيع الوقت بأنه نكون ياسوع بين الناس. بأنه نعيش ياسوع بين الناس. لأنه بالحقيقة اللي بهم هو البشر. لأنه اللي مات عنهم. هن بالحقيقة مش حيطان ولا مباني ولا سيارات ولا اموال ولا امور كثيرة فيك تحقق بها الحياة. من دون ما انك تقعد مع الناس. وتعيش مع الناس. وتكون ياسوع بين الناس. الله اليوم يريدك أن تصبح هكذا سامري صالح ياسوع للناس. هذه هي جي تولف يا أحبائي. هذه هي جي تولف. بقى كون جزء من مجموعة. بقى تعلم تكون سبب انه ياسوع يظهر فيك بها المجموعة. بين الناس. بشنيك جزء كثير كبير في هذه الكنيسة هي الشركة. هي العلاقة هي الأحداث. هي الصلاة اللي بتصليها. هالحزن بتحزنه مع غيرك. فرح اللي بتفرحه مع غيرك. تحمل. قال احملوا. بعضكم نير بعض. ما هيك. النير بيصير سهل لما في كذا حدا عم بيحمله معك. بصير سهل. وانا وانت الان. عنا علاقة رائعة مع الله. امور رائعة مع الله. لكن هذا ان كان لا يستثمر بين الناس. هو لا شيء. هو لا شيء. الان ارفع يدايك. قالوا يا راب. اريد انا يسوع. يسير فيه. متل ما كان يمشي يسوع بالقحية ويعلم. ويشفي ويحرر. يا راب ساعدني ان اصبح هذا شخص اللي انت بدكي. هاللويا. 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 اذا بتعرف انه فيه اشها لازم تبلش تغيرها الان. حط على المسبح الان. حط على المسبح يا راب الان. ساعدني. ساعدني. محتاج لا ترتاح وعى الصبح. وعود مع الرب. نام مأخر. عود مع الرب. خود نهار اذا بدك. لكن مضي ثلاثة ربع وقتك مع الناس. ما تاخد وقت الناس. خود وقتك لك. اين. الان يا راب. حاللويا. 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 ساعدنا يا سوع. ساعدنا يا سوع. ساعدنا يا راب. ساعدنا نعيش بهذه الايام الاخيرة مؤسرين. مرتفعين يا راب. منتصرين. انت تزيد ونحن ننقص. حاللويا. 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 موشتا لي عملك فييا. مو احتاج لي لمسة قوية. موشتا لي عملك فييا. موشتا لي لمسة قوية. الهيبني يا يسوع. الهيبني يا يسوع. انهيبني يا يسوع. موشتا لي عملك فييا. مو احتاج لي لمسة قوية. موشتا لي عملك فييا. مو. مو Oh. مو. موشتا لي لمسة قوية. انهيبني يا يسوع. انهيبني يا يسوع. يسو نعم يا راب أريد صلي اليوم لكل واحد فينا في الكنيسة أناك تجعلنا يا راب أتباع لدرجة بأنك أنت تبدأ تبين بكل واحد فينا. إنه يسوع حطحه 12 واحد حتى يصير 12 يسوع فيه وكل 12 يسوع يصير كل واحد منه انحط تحاله 12 واحد وكل 12 و 12 و 12 و 12. لذلك الآن الخدمة هي أنت هناك أشخاص يتدور على موقعها في هذه الكنيسة إلا ربما أنت فيك تصنع لحالك الآن بأنك أين لا تروح تكون بين النفوس أنت أكثر وقت ستكون فرحان وفعال النهار اللي تبدأ شراب يستخدمك بمعنى اللي عم بيعلمك يا يسوع اللي عم بيعلمك يا يمكن هون التبعية لألك بالمجموعة تروح أنك أنت تبدأ تصرف وقت مع حدا هلأ كنت اليوم نشوي بقى رئيس البلدية وبتعرف شو كنت رايح لخمس دقائق بس هون برج حمول ليت حالي صلى الساعة معه بتعفل إلا كيفي ناس أحب الناس وين في ناس أحب أقعد مع الناس وعادة لأنه تكون قاعد مع الناس بدي أحكي عن حبيب ألبي يسوع هاللويا مجدا وأنه فرجي يسوع وأنه أحكي بكل أمر وأكون أحب الناس وأنت أيضاً الرب رح يفتح لك هيك أبواب هي خدمة بدا خدمة هيك بتكونوا عم تتبعوا ألا أنا بدي خدمة إنه بدي خدمة إنه يسوع ينشيف من خلالي على المنبر بالحقيقة مش يسوع اللي عم ينشيف أنت اللي عم تنشيف إذا هذا قلبك لا أطلاقاً بداك يسوع ينشيف لا يسوع ينشيف بين قريبينك يسوع ينشيف هذه الخدمة الحقيقة يسوع ينشيف بالمدرسة محل ما أنت بالجامعة بالعمل محل ما أنت يسوع ينشيف بينك ما بقى تزيح عن الناس وتعمل حالك راهب أو ناسك أو تقول حالك روحي أنا ما بتعاطى مع هيدول إطلاقاً إنك تشمر عن إيديك وتخشك وتفوت لجوة وتفرج يسوع بواسط زبالة هذا العالم وسط الظلام هذا العالم لأنه ليس المرضى ليس الأصحاء محتاجين لطبيب بل المرضى تقول لا أنا مؤمن ما بعمل هيك أنا مؤمن ما بعمل هيك أنا مؤمن ما بعمل هيك يسوع فيجأك مع متة أنه قعد مع العشرين والخطاط اللي كانوا قاعدين وحطين أغاني وعب يشربوا وبيعملوا كل شيء تعرف ليش؟ لا لأنه يريد أن يتأثر بل لأنه يريد أن يؤثر وأنت أيضاً مدعو أنك تكون بين هيدول الناس بأنك تزور هيدول الناس بأنك تكون سامري صالح لهيدول الناس لأنه قدائش سرت بتعرف كل واحد منكم هون صار بيعرف يمكن لدرجة أنه ممكن يصير واعز لمية سنة قد ما صار بيعرف لكن كل هيدول اللي بتعرفهم إذا ما استثمرتهم بحداً تاني تعرف شو قال الرسول بولوس لتي مساوس قال أنا يا ابنتي مساوس عم حط شي فيك لأنت بدورك تحطه بحداً غيرك لهيديك بدوره يحطه بحداً غيره هذه الخدمة الحقيقة أنا الآن عم حط شي فيك لأنت بدورك تروح تحطه بحداً تاني وتعرف وتتأكد بأنك ما رح تترك هذا الحدث تاني غير ما هو يحطه بحداً تاني كمان بدأ ها هي جي تولف ها هي جي تولف ها هي المجموعات صغيرة مش اجتماع زيادة على الكنيسة إطلاقاً هي بأنك أنت تتلمز بأنك أنت تنتلي من يسوع وتروح تحط هذا اليسوع بحداً تاني تلي منين بدي جيب لأنك ابتعدت كثير عن الناس وفي منكم تروحنوا وفي منكم ما تروحنوا في منكم زيحوا كلياً لأن الرابع عم بيقول لك رجع لهنيك نعم بتذكر في حداً بوكسور على فكرة اسمه هوليفيلد كان بطل العالم بالبوكس تعرف شو صار هذا الزلم يطلع عنده فخت بقلبه عم بحكي الصحائية هذا عتزل بس من كم سنة يعني مش عم بحكيك من مئة سنة بس من كم سنة من سنتين أو ثلاثة طلع عنده فخت بقلبه وراح حضر حملة تبشيرية كيرازية لبنيهن وبنيهن صلى الله ونشفى صلى الله ونشفى راح عمل صورة ما بقى في فخت بقلب كان محطوط أنه يعمل عملية وكانت بالجرائد على فكرة وهذا الزلم اللي اسمه بنيهن صلى الله ونشفى مرة ما نحكي عن في حدا من الأسس قال آه بنيهن بيدعي أن هو الشافي ما حدا بيدعي أن هو الشافي الرب هو الشافي هذا المجل الرب المجل الرب المجل الرب سيروا يحكوا أكيد المجل الرب لمن كان هذا الزلم يوصل لهم من خلال المدارس من خلال الحملات من خلال حتى لما وقف وليكم تايسون وربحه تذكروا هيدا العبدالله وده أنتو تايسون هيدا هوليفيل تعرف شو كان لابس لابس هون تي شيرت اسمه جيزيزيز لورد يسوع هو الراب حاطت شابه حللويا في واحد مسرعجة اسمه جاك دي سنيك طلب الرب واحد ممثل طلب الرب كذا واحد طلب الرب لكن رجع لهنيك تعرف شو قال الرب يسوع لما كان يشفى المرضى روح لهنيك الآن روح لهنيك وقدم لهيدول الناس شهادة روح خبر الناس اللي انت عايش معهم الآن شهادة عن يسوع انه رب بعده بيغير رب بعده بيحرر رب بعده بيشفى هيك بتكون عم تخدم يسوع حللويا حللويا مجدا حللويا الله الان انا بستغرب اليوم انه قلت بالاول حللويا بستغرب اليوم ما فيه حدا جديد استغرب هذا يعني انه انت معا بتكون بين الناس انا و انتم نقوم بين الناس يسوع بتعرف ما خدم يسوع لما اجيا بد اخدم على الارض تعرف شو ما اجي قال انا رح قعب ابعت مفادين عني وانا اطلع من المريخ دورة يا عصهوني انا بالأمر ولا مرة بتشوف حدا ان tempting يسوع يسوع قالو سورو انا اليوم لقص revolt لا يدعي استقبلك أو أنا شي جمعة بليز عطوني وقت لأن أنا مش قادر بصراحة نشفت دائما جاهز يسوع دائما ملين دائما ملين دائما جاهزين ويخدم لا اليوم بس أنا كان عندي مشاكل عالية يوحنى ويعقوب دعوة سد الدنيا وهلكوا العالم قلينا نحل جوا إطلاقا ولا مرة تشوف هذا الموضوع مع أنه بتقليك ملا 12 كان معه أنا براهن أنه هذول 12 كانوا دائما وأنا أكيد أنه كان في قوض بقلب البيت وفرشات ليه فرشتها زيح للفرشتها ليه كنت كل يوم بكنام هنا لا أنا بدي أنام هنا بعد أنه مين قال لك أنه أنت اليوم تطبخ شط طبخة بل مرة وخناقات طويلة عريضة كل يوم كان بيكون أكيد مصبوط بيش بشر هول أي ولا لا يا أحبة لكن ولا مرة يسوع ما كان جاهز ولا مرة خلا أي شيء يأثر عليه دائما دائما فرحان شو مرة جيت لعندي يسوع لقيته مش عارب أجب دعا بالحياة ما أهول اليوم جرحني بطرس ولا مرة بتشوف يسوع اسمان جبت لك لين ولا مرة بتشوفهم عم بيصلوا لبعضهم لك تشوفهم عم بيصلوا لآخرين حدا عم تسمى علي لين لقيه لأي ولا مرة بتشوف حتى يسوع عم بيصليلهم غير بالآخر ما كانوا مشغولين أيدي عم بحطوا ايدان بعضهم على بعض يا لوقع ولا مرة لك تعرف أمتى كانوا يعملوها لما يكونوا بين الناس لما بعثهم اتنين اتنين على الضيعة جايوا فرحانين وووو شياطين تخرج باسمك ما تفرعوا هيك فرعوا ان اسمكم مكتوب بسفر الحياة لانه ما شفتوا شي بعد لانه هذي الايات عم تشوفوها بتعملوها بتعملوا أعظم مننا ان كنت أنا بزيد فيكم كل يوم ان كنتوا بتتجرقوا وتروحوا بين الناس وتحطيدك على المرضى بين الناس وانا كتحكي باسمي بين الناس ها هي المسيحية المسيحية مش تحبس حالك بقلب محبسة بمكان ما وتجل عندك امك تقول لك تقول لك انت اذهبي عني يا امرأة تقول لك أنا بدي يسير ناسي بدي يمشي على الزمر وما احترق يده هزي بحالي تعبشوا قلبوس رسولها هاي امور لا قيمة لها تكر انك انت هالقد عظيم هالقد انت عظيم واو بيشوف حالك على الباخر تك انا شروحي وشو عظيم فانت مش عظيم تت مش فاهم الانجيل تعم ضايع وقت محلك الحقيقي بين الناس وانيك مكانا وحتى لي ما تخاف انك تتأثر خود معك حدا معك شان هيك بلجي تولفين اثنين وثلاثة واربعة وخمسة يروحوا بين الناس وانا بدي شجع المجموعات هيدا الاسبوع انه ما تعملوا اجتمع لحالكم روحوا ملو اجتمع بين الناس صلوا بين الناس رنموا بين الناس حبوا بين الناس شفوه باسم المسيح بين الناس هذا هو يسوع فيش حدا بياخد هذا التحدي اليوم لألو كم واحد خلين شوو بيديكم يعني مجدا خليني اخد ايضان بعضنا البعض اللي يرى بشددنا ساعدنا لك مش محتاجة تكون ناسك وتبتعد عن العالم لأكون طبيعي تعرف شو انا كثير طبيعي حب كون طبيعي ما بحب ألبس قناع اللي بتشوفه هون هذا بتشوفه برا إنسان طبيعي فين أعمل حالي إذا بدك فين أكتير بحترف إن أعمل حالي هيك روحي أمشي غير مشي اضحك غير طريقة فين إذا بدك فين نمثل عليك تعرف شو كون يسوع معا بيبين يسوع طبيعي يا رب الآن ساعدنا خلين صلي جميعا صلي جميعا الآن يا رب ساعدنا الآن ساعدنا أن نفهم نجيلك أن نفهم وجودنا هون على الأرض ليش لأن ملكوتك هو بشر ملكوتك وليس حجر ملكوتك هو بشر 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 الملكوته كنية عن علاقات علاقات نعم يا سيد نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب ساعدنا نعيش بالطريقة اللي بدكينا نعيشها بين الناس بين الناس يا رب نفرح مع فرحهم نحزن مع حزنهم نتفاعل مع عضيائهم نحمل أحمالهم نصلي لأمراضهم نحكي كلمة الخلاص نحكي كلمة الحرية نحكي كلمة الفرح ناخد مواقف من كل ما يحدث من شر نحكي كلمة الفرح 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 عينا ما اذهب. ازا بدك العدل بلبنان وانا احنا عم نشوف وادا انه ما في عدل بلبنان هذه الايام لانه المجتمع ما فيه عدل لانه الكنيسة مطبوبة على بعضها والنور بقلب بعضه ما عبروح الظلمة. يا رب نريد عدلك ان يظهر في اداراتنا في رؤسائنا في كل موظف في هذا البلد باسم الرب يسوع في كل الشارع في كل مكان ارسلنا يا رب ارسلنا ارسلنا كغنم بين زئاب والن حضورك يا رب فينا وين ما منروح شو ما منعمل انت هناك انت هناك شددنا شددنا تعامل معنا حاليليويا مجدا 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 حبا بلي اسمعوني في مرة من المرات في مرة من المرات يسوع عمل خدمة كبيرة كان فيها ألفات قال وطعم أطعم عشرين ألف شخص وبتعرف شو صار قالوا لتلميزوا روحوا انتوا قال تعالوا إلى موضع خلاء قال وهو صرف الجموع كان مش حابب حتى انه التلميز هن يكونوا بين الناس حابب انه ينزل يقعد يتعرف عليهم ويحكي هو يهون قال انتوا انتوا روحوا انتوا روحوا أنا أنا بصرفهم أنا ببعثهم عبيوتهم قال وذهب هو وصرف الجموع حللويا يقلي هذا اليسوع قال وانتوا تعوا رتاحوا ورغم انه كل نهار عم يخدم عم يوعظ عم يشفي عم يحرر عم يعمل أمور كثيرة وقطعم عشرين ألف واحد بالليل قال اجا تعوا يا الله أنا هلأ بغسلكم اجريكم مع انه انتوا المفروض هون ساعدوني قال لا أنا هلأ بساعدكم ليه ملين يسوع والله يريدك ان تكون هكذا ايضا شخص ما بيعرف تعب ديما فرحان ديما فرحان هللويا هللويا حللويا مجدا تعرف شو أنا ديما فرحان شو ما كان هللويا مجدا ليسوع لانه الانجيل هو خبر صار طالب حدا كله الانجيل خبر صار لكن بعض الاحيان بعض المؤمنين خبر عاطل منبصت كتير اقعد مع الخطاط ما بقدر منبصت اقعد مع مؤمنين رب نانهن خبر عاطل نالآن يا رب الان ساعدني ان اكون خبر صار ايضا اوه حللويا ممتلق منك يا رب ديما 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 مشجع بولس رسول قال هيك قال انا دائما 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 مستعد دائما مشجع انا دائما بالارتفاع انا دائما بالفرق انا لن يعيقني اي شيء في هذا المجتمع اي خبر صار قال لا يخاف من خبر سوء قلبه ثابت متكل على الرب هللويا مجدا 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 هللويا هللويا كل الحياة ملكا لك عمري احيا لمجدك أسو لك لك وحدك لقاء احيا لن احيا غامر لك لك وحدك للأبدي أنا لأبدي جميعا للأبدي أنا لأبدي أنا لك كل الحياة ملكا لك عمري أحيا لمجدك أجسو لك لك وحدك للأبدي أنا لك للأبدي أنا يا رب لأن أنا أصلي من أجلك مجموعة لأن ككنيسة مع بعض أنا ندرك أهمية الوقت اللي نحن عايشين فيه الآن أنا ندرك أهمية أننا ملح الأرض ونور العالم وأننا رائحة المسيح الطيبة أينما نذهب أنا ندرك يا راب أنا نستطيع أن نملح في هذه الأرض نستطيع أن ننور في هذه الأرض أنا ندرك أيها السيد بأنك أنت سوف ترسلنا كغنب بين ذئاب وأنك تعلن مجدك فينا ومن خلالنا وأنك تشفي وتحرر وتخلص من خلال حياتنا يا راب هون على الأرض إذن زراعها لمجدك في حياة أشخاص آخرين تأتي هي أيضا بسمار بدورها وتأخذ إنجيلك أيضا إلى آخرين إلى أن يعلن إنجيلك إلى كل الخليقة ويعلن إنجيل البشارة هذا للخليقة كلها وبعد هذا تأتي النهاية مبارك اسمك أيها السيد من أجل أنك صالح ومن أجل أنك راب رائع ومن أجل أنك محب الآن وتغير كل شيء محتاج لتغيير فينا من أجل أنك تستخدمنا في هذا الجيل المنحرف البعيد عنك باسم الرب يسوع الكتاب يقول يا أحبائي داود خدم الرب في جيله بمشيئة الرب طلب لحدك لأنه أنت أيضا تخدم الرب في جيلك بمشيئة الرب قال له بيجيلك مش بالصحراء بيجيلك كما هذبو الأمين اليوم هاللويا 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 مجدا ليسوع نعمة ربنا يسوع محبة الله الآب شركة روح القدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بصحاب المجد آمين ثم آمين ثم آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر